السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واخواتي الفنيين ان شاء الله الفيديو ده مفيد لكل فني بتفرج علي يا جماعة هنقول لحضراتكم ازاي معلومات زي ما انتو شايفين كده جماعة ده لك الباب بتاع غسالة سامسونج 14 كيلو و18 ازاي هقولك تلغيه وازاي اعرفك المخطط بتاعه وطريقة الغاء مباشر وهقول لحضرتك ازاي انك تعرف تفتح الباب ده بطريقة سحرية محدش اعرفها الا من الناس القليلين جدا في المجال اللي شغالين في الشركات سامسونج او في ناس كتيرة في المجال معروف هاش هقولك ازاي انك تعرف تشد الباب ده لان هيقبلك عطل اوقات الليفل ده بيبقى في مشكلة هقولك ازاي انك تلغيه وطريقة الغاءه المباشر وهقولك سبب المشكلة بتاعته ايه الاساسية الغسالة جماعة زي ما انتو شايفين كده الغسالة دي مشكلتها انها بتخبط العميل بيقول لي شكوتي ان الغسالة بتخبط طب لما هي خبطت الباب نفسه عمل سنترلوك افل ما فتحش يعني افل ما فتحش يعني انا شايفين زي ما انتو شايفين هو يا جماعة ده في نهاية الفيديو طريقة المخطط تمام يعني في الجزء الاولاني ده ازاي اقولك ازاي انك تفكه وازاي انك تعرف تصلحه وده شادات زي ما انتو شايفين كده في وير بتشد زي ما انا بشده كده بايدي لو الباب بسكر معاك مش عاوز يفتح بتشده من هنا تحت كده الباب بيفتح معاك ما تحاولش ان انت يعني ايه تستعص عليه او تتغاشم عليه علشان ممكن تكسر الوشة او ممكن تكسر الفريم كامل وده بالطريقة واللي تحت زي ما انتو شايفين زي ما انتو شايفين المشكلة الاساسية عندي الغسالة بتسحب ميا بتيجي تلفها بتخبط جامد وتقوم جايا وقفة ما بتكملش البرنامج بتاعها واللوك بيقفل عندي ما بيفتحش طيب مبدئيا احنا نقول لك ازاي ازاي اه انك تقدر تشخص العيب تشخيص العيب يا جماعة سهل وبسيط المساعدين عندي فيها مشكلة مساعدين الغسالة عندي فيها مشكلة ودي سبب الخراب بتاع الغسالة وسبب ان هي عملت معي اعطالي الباب وسبب ان هي بتخبط معي يبقى انا عندي الاساسي اول شي عندي زي ما انتو حضراتكم شايفين كده يا جماعة ده الغسالة بتحصر معي اول ما بتيجي ساعة العصر تلاقي الغسالة بتتحرك من مكانها او بتخبط تخبيط وترزيع جامد جدا 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 طيب الحل ايه الحل سهل وبسيط اول حاجة ان احنا بنفكر المساعدين نستبدلها ونغيرها مساعدين اصلي احسن حاجة لمساعدين اصلي طيب لو مش مساعدين اصلي ممكن المساعدين اللي هي في السعودية انا اسمها مستعملة او في مصر مستعملة في السعودية اسمها تشليح بنجيب مساعدين مستعملة ونركبها مكانها المشكلة عندي الاساسية بالنسبة للخبط بتروح طيب المشكلة الاساسية التانية بالنسبة بالنسبة لك الباب لك الباب عشان انا الغي لك الباب يا جماعة المخطط سهل وبسيط جدا 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 جدا. الا وهو. اه اللوك الباب عندي ده اول حاجة جماعه. ده بيركف اللوك من المنورة زي من مدخل الكهرباء عنده مدخل الكهرباء. شدات بيفتح اللوك زي ما انتم شايفين هو. ده مكان اللوك فيش اكوش. تمام? اه حوره لكم دلوقتي بقى في المخطط وهوره لكم ازاي ان احنا نبتدي ان احنا نوصله مع بعض بالطريقة الصحيحة. لو انت بتتفرج عليها الفني بتتفرج عليها ما تحاولش ان انت تقدم الفيديو ده لان لو قدمت الفيديو ده في معلومات ممكن تروح منك كتير جدا جدا جدا. طيب. هنبتدي مع بعض يا جماعة. هنسمي بسم الله. عندي المدخل بتاع الكهرباء عندي بالنسبة للوق طرفين اساسيين متين وعشرين. وعندي تلات اطراف اه اللي هم تلات اطراف الدخول فتح وقفل زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده تمام? طرفين بتوصل لهم المتين وعشرين وطلات اطراف اللي احنا بنوصل عليهم بنعمل عليهم كبري. التلات اطراف دول بنوصل لهم في بعض. بنعمل عليهم كبري تمام? بنقفلهم اللي هم الطرف بالالوان زي ما انتم شايفين كده هو هرسم لكم المخطط بتاعها. ارجعنا لحضراتكم بالمخطط زي ما حضراتكم شايفين مخطط سهل جدا وبسيط واي حد بتفرج عليها هيعرف كل كبيرة وصغيرة عن طريق المخطط ده. طيب احنا اتكلمنا في بداية الفيديو يا جماعة ان ازاي ان انا الغي لك الغسلات السامسونج الاربعتاشر او التمنتاشر كيلو. تمام? طيب واحد رصاصي. واحد اصفر واحد بني هو واحد رصاصي. يعني مدخل كهرباء تنين. عندي الخروج تلاتة. طيب عندي في النص المشترك ده بيوصل عندي الاتجاه العمود اللي هو بتاع القفل بتاع الباب اللي بيركب من قدام. تمام? بيفتح ويقفل عن طريق الاشارة بتجيلو المتين وعشرين بتدي بتوصل هنا على الطريق الطرف اللي في النص. بعد ما بتوصل للطرف اللي في النص بتقفل معايا اللي الفوق بتبتدي ان الشاكوش ده يقفل معايا بالترس بتاعه. طيب اثناء لما بيجي تخلص البرنامج وتطفي الشاكوش ده بيوصل لللي تحت وبتفتح الغسالة وبتدي اندي. طيب انا عشان اعمل او اعمل توصيلة مباشرة ازاي ان انا بقدر اعمل توصيلة مباشرة للغسالة? طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. طيب بس في نقطة برضو واحدة بتخلي بالك منها. ايه هي? ان انا بسيب الطرفين المتين تمام? وبوصل التلات اطراف دول مع بعض. بلغيهم يعني بعمل عليهم كده كبري تمام? اوصلهم التلاتة مع بعض. دول كده بلغيهم بوصلهم مع بعض. تمام? او لو معايا مكوى كوية بعمل لهم جنبر لحام وبوصل لهم مع بعض. تمام? طيب. انا لو لغيتهم الغسالة هتشتغل والعطل عندي بتاع الباب هيشتغل هيروح. العطل بتاع الباب لو عطل دي ايه? هيروح معايا. تمام? طيب. لان القفل ده اوقات انا واحد من الناس شغال مسلا في السعودية مش موجود جديد. لو في الوكالة وموجود غالي في الوكالة. طيب انا عاوز اعمل حاجة ابتدي ان انا اقدر استفاد منها كفاني تفيدني وفي نفس الوقت ان انا اقدر احل المشكلة. طيب. انا حل المشكلة زي ما انا بقول لك ان انت توصله مباشر كده بتلغي عن طريقة ايه? التلات اطراف اللي هما الخروج ده الدخول عندي الخروج بان انا بعمل عليهم قفلة ببتدي ان اللوكة عندي ده بيبتدي ان هو يشتغل ويفصل طبيعي ما فيوش اي مشاكل. الحاجة الوحيدة فقط اللي هتأثر في الغسالة ان الغسالة ساعة مرحلة الاند لما تيجي تدي معاك اند في النهاية لازم تشد الفيشة بتاعة الكهرباء. هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتأثر معاك لان مفروض ان الطرف التالت اللي انا وصلت الطرفين دول لما انا وصلتهم مع بعض. مفروض ان الطرف ده لما بتيجي الغسالة تقفل قفلت معايا. الطرف اللي فوق بيقفل. لما بتيجي الغسالة تفتح الطرف ده بتوصل عليه. فبيبتدي يوصل الاشارة للكارتة. الكارتة بتبتدي ان هي تفصل معاك اللي ايه? الغسالة. فالحاجة الوحيدة اللي انت بس حتى ياخد بالك منها او تعرفها للعميل لو انت هتلغي قفل الباب الغسالة ان انت لو ما الغسالة بعد ما متخلص بتبتدي ان انت تشد الفيشة فقط لا غير يبقى طريقة تشغيله سهلة جدا ان احنا عندنا طرفين مئتين وعشرين تلات اطراف طرف النص مشترك بيقفل وبيفتح بان احنا بنبتدي ان احنا نوصل التلات اطراف دول نغيهم مع بعض تمام دي طريقة شرح نظري ان شاء الله هعملكم فيديو عملي ان شاء الله بازن الله تعالى وزي ما انا بدي لك المعلومة بما يرضي الله محتاج من حضرك ان انت تتفعل مع القناة وتدوس لايك وتشتري في القناة عشان يوصل لحضرتك كل ما هو جديد